النجف فين يا ضادة؟ النجف ده سؤال أنا قرحت سؤال بكل احترام قلت أتمنى أن يكوني عليه إجابة ليه؟ لأن النهاردة يعني لما أفاجأ يكلمني أحد نجوم الزمالك الكبار اللي هو آخر عنقود الكبار ويقول لي هذا المبنى الاجتماعي القديم كان فيه نجف نادر جدا 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 أو الله يا محمد النصار وهذا النجف اختفى منذ أن تم هدم هذا المبنى الاجتماعي يا ترى اتباع خردة دي كرسة ده بلاغ واحده للنائب العام ولا يا ترى حد يخده أمور تدى منصور ما يعرفش أو إذا كان يعرف يقول لنا يعني محتاجين رج النجف بتاع المبنى الاجتماعي النجف بتاع المبنى الاجتماعي القديم المبنى التاريخي اللي كان بيتغدى فيه الملك فاروق راح فين احنا ما بنقولش حاجة فيها اتهامات لأي حد احنا بنسأل سؤال بنسأل سؤال النجف راح فين ده سؤال بريء جدا يا جماعة مسائل فل يا أستاذ علاء يا موسى محمد جمال مسعود مسائل فل أبو اسماعين هلا وغلا عماد اسماعين والأستاذ عماد اسماعين مسائل فللي يا أستاذ عماد اسماعين أو حد بيقول لي والله العظيم كلامك مظبوط والله يرحم الكابتن زكي عثمان أحمد سمير احنا يا جماعة همنا الأول هو نادي الزمالك ليس بيننا وبين لأي أحد خصومة ولا بيننا وبين أي أحد مشاكل شخصية احنا بنتكلم من أجل نادي الزمالك وصالح نادي الزمالك فاحنا السؤال اللي بنسأله المبنى الاجتماعي الأديم للمرة المليونة هو المبنى الاجتماعي الأديم التاريخي الأسري اللي كان بييجي فيه الملك فاروق وهذا المبنى شاهد على جزء مهم من تاريخ نادي الزمالك مرتضى منصور غده لأنه عارفين أنه بيكره التاريخ وأنه هو عايز نادي الزمالك يبدأ من من 2014 لما مسك وعايز يرغي كل التاريخ اللي قابله النجف درح فين هل تم بيع أخر ده ولا تم التصرف فيه بمعرفة رئيس النادي ولا متشال فالناس عايزة تعرف لأن هذا النجف من المفترض يب مزار سياحي من التراز بتاع الزمالكوية من جزء من تاريخ الزمالكوية تعالي الختم الملك يا جماعة الزمالك ده نادي عظيم شوف نجف حاجة بسيطة بالنسبة لك لكن كبيرة جدا تاريخيا هذا النجف لم يكن موجود إلا في نادي الزمالك فقط لا غير بالختم الملكي وأول شعار قديم لنادي الزمالك وكان بيزين القاعكا أي حد يدخل نادي الزمالك يروح يتفرج يا يوسف أشرف على هذا الموضوع يعني النجف ده يتفرج عليك كده تحفى معمارية تحفى تحفى كده جمالية تحفى جمالية قصدي في معمار قديم يعني أنا بستغرب ما فيش حد من الزمالكوية تحرق له ساكن لما هدوا المبنى الاجتماعي القديم ولا حد تحرق له ساكن لما هدوا الاستاد استاد بورجيلا اللي شهد جزء من تاريخ الزمالك طيب وندور على النجف احتمالي الآ ندور على النجف احتمالي الآ يا جماعة أو يقول لنا اتباع خردة يقول لنا رئيس النادي مرتضى منصور اتباع خردة ولا هو شايلو ونرتاح ونريح الزمالكوية معنا يعني لازم يا محمد جمال يا مسعود يبقى في إجابة وعنفضل نسأل يوميا النجف فين دي حاجة الحاجة التانية معي انفراد من الايار السقيل عقدي شي كبالا تكلمنا بالامس وقلنا ان الخمسمائة الف يورو اللي حكم بيهم الفيفا ل اسبورت انجليش بونا على رئيس نادي الزمالك لا تقول الزمالك الزمالك بريء من هذه التصرفات الصبيانية وهذه التصرفات المهينة احنا اتكلمنا ووضحنا عندما نتحدث نتحدث عن مرتضى منصور ومأساته ومأسيه وأخطاءه وبلاويه داخل نادي الزمالك لكن الزمالك بريء زمالك ككيان الزمالك كجمهور بريء من تصرفات هذا الرجل فوقعنا زي ما قال لنا على حمام وزلزل الدنيا قال لك ان شي كبالا دفع الفلوس وان عقده مع نادي الزمالك كان الف جنيه في السنة اللي خد فيها الزمالك بعد ما وقع له شي كبالا الف جنيه اخذ فيه 150 الف دولار من الناجل اسماعيلي ثم بعد ذلك عاد الى الزمالك احنا انفرجنا بالعقد وتفاصيله ولكن مش اطلع العقد دلوقتي عليك المرتضى بس ايه يهري يا مهري علشان بس صرمه بيطلع لما بتطلع العقود مش اطلع عقد دلوقتي انا مش اطلع العقد دلوقتي ولكن اقول لكم تفاصيل العقد عادي شي كبالا مع الزمالك هو عقد لمدة خمس سنوات يبدأ فيه 2015 وينتهي هذا الموسم 2020 بدأ عقد شي كبالا في موسم 2015 2015-2016 ب1000 جنيه ثم اعار الزمالك اللاعب الى النادي الاسماعيلي ب150 الف دولار ثم بعد ذلك عاد اللاعب من الاعارة الى نادي الزمالك طبقا لما جاء في الاقد ليحصل على باقي السنوات 16-17 و 17-18 و 18-19 و 19-20 كل سنة من الاربعة يحصل على مليون و 300 الف جنيه باجمال العقد كله 5 ملايين و 33 و 33 ألف جنيه اجمال العقد 5 مليون و و و و 300 ألف و 30 ألف يعني السنة بمليون و 300 ألف جنيه السنة بمليون و 300 ألف جنيه مش عايز اني قد ترفي الكلام ده لاني النهاردة اكتشفنا كارثة أخرى اتكلمنا فيها مبارح ولكن معنا النهاردة تفاصيلها اني نفس اللي حصل مع شيكبالة حصل مع محمد إبراهيم ولكن شيكبالة طبعا صعب دلوقت يتكلم أو يصرح كابتن الفرقة و وعايز يقضيهم مع مرتضة على فكرة شيكبالة بيكره مرتضة كراهية التحريم شانا جيب لكم من الآخر بس شيكبالة يعشق الزمالك وجمهور الزمالك شيكبالة يكره مرتضة كراهية التحريم لان مرتضة أحد المتآمرين بقوة على شيكبالة في يوم من الأيام عشان بس تبقوا عارفين فاحنا جيبنا العقد بتاع شيكبالة وقلنا لكم تفاصيله في السنة مليون و تلتمائة ألف أربح سنين وأول سنة مضى بألف جنيه وأعير بمية وخمسين ألف دولار وتكفل بكامل الفلوس المستحقة لسبورتنج اللي شبونة لانه كان شيكبالة وقتها ما بيلعبش وقيمتها ستمية وخمسين ألف دولار خدهم الزمالك من اللاعب والزمالك موصلهم شلمين لسبونة جنيشبونة في فضيحة من الإيار السقيل يتحمل مسؤوليتها مرتضى منصور لا تقول الزمالك موصلش قل مرتضى منصور خد فلوس شكبالة وموصلهاش يعني من المفترض دي أمالة اتفق على ثلاث دفعات سد الدفعة وتنصل من الدفعتين الموضوع ببساطة نفس الوضع حصل في موضوع محمد إبراهيم وضرب في موضوع محمد إبراهيم العديد من العمولات إحنا قلنا عكا نستلف للحظر وإحنا قاعدين عليك الخطر يطلع ويتكلمه ويقول لك بيهد إحنا لا نهد نادي الزمالك ولا نتحدث عن الكيان العظيم ونحترم جماهيره العظيمة إحنا بنتكلم عن إدارة فشلة قل مرتضى منصور ولا تقل نادي الزمالك الزمالك العظيم بريء من هذه المهاترات وهؤلاء المجانين وهذه الأفعال الصبيانية وإن للتلئيمة اللي إحنا فيها الزمالك كيان عظيم زي ما الأهل كيان عظيم على مدار التاريخ النجوم هنا وهناك يشهدون لك ليهما بالعظمة والوقار والإحترام اتكلم عن الكابتن عزر حلمي تتكلم عن الكابتن صالح سليم تتكلم عن الأباطرة العظام أبورديلا تتكلم عن الرئيل الأول التتش في النادي الأغني قل حياتهم مع بعض مهما كانت الخلافات إلا أنهما طول الأمر مثالا يحتزى به في الرياضة المصرية وعنوان مهم يفتخر به المصريين عربيا وإفريقيا وعالميا الأغلي الزمالك الزمالك الأهلي إلى أن جاء هذا الرجل في 2014 فحولها إلى حرب وتخريب وتدمير وسب ولعن وإهانات ومش لاقي حد يحكمه ولا لاقي حد يلمه فاحنا قلنا في الحظر ده عمر فاعي عامر الرفاعي على كم بس تب عارف يا أستاذ أشرف الأستاذ المحترم برضي اللي معانا الأستاذ يوسف أشرف وصديقنا فادي فتحي وصل بالسلامة وزيزه وكمانه وصل وأحمد المستكاوي وصل حصل إيه بقى حصل أنهم هم عنوانهم التطاول على الآخر فأنت أكن تقول لهم أنتو الزمالك بريء منكم لازم تعرفهم أنهم هم مفضوحين عشان كده قلنا في الحظر كل يوم عن السلم آكم ونجب لكم فضيحة من فضايح هذه الإدارة وهذا الرجل مرتضى منصور في مجال الإدارة أنا واضحة وفي مجال الإدارة فضايح بالجملة من المجاملات والتعينات بالجملة وعدم وصول مستحقات العمال والموظفين وديون للركب ستمائة مليون جنيه ديون الزمالك في أهد مرتضى منصور قص عليهم بقى كارثة شيكبالا ومحمد إبراهيم لمزيد من التفاصيل ناخد مثل محمد إبراهيم لأن اللي حصل مع محمد إبراهيم هو هو اللي حصل مع شيكبالا ولكن طبعا في ظل أن شيكبالا بينعب في الزمالك صعب الوصول لي مش هيتكلم فعشان كده اتكلمنا مع الدكتور سالم محمد سالم وكيل اللاعب محمد إبراهيم علشان خائر ناخد منه تفاصيل مهمة في هذا الموضوع يترى إيه اللي حصل مع محمد إبراهيم فضيحة من الآير السقيل وفلوسه ضعت ازاي والعملات اللي كانت كل ما يطلع وكل ما يدخل كل ما يطلع من نادي الزمالك وكل ما يدخل كل ما يطلع وكل ما يدخل كل ما يطلع وكل ما يدخل فضايح 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 يتحدثون عن الأمانة وهم ما بيدوش حق الناس يعني طالع عام الفيديو بيتكلم فيه عن عن الدين والالتزام انت حق العمال والموظفين جواب لنا قول فلوس شيكبالا راحت فين محمد إبراهيم العمولات اللي للروقة طلعت راحت فين